بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بشارات إلهية يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون هذه الآية المباركة بيّنت في القرآن الكريم عن موضوع في غاية الأهمية بأن الله سبحانه وتعالى ينجي الإنسان وخصوصاً الإنسان المؤمن دائماً ينجيه من الكربات ومن الهموم ومن الغموم الكرب في اللغة يأتي بمعنى الهم والغم الشديدين يسمى بالكرب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة أشار بأنه طبعاً قبل هذه الآية كان الحديث بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفياً لأن أنجانا من هذه لنكوننا من الشاكرين الله بعد ذلك يقول قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون فإذن الله سبحانه وتعالى يعطي ضمان وبشارة للإنسان المؤمن بأنه كل كرب كل هم كل غم أن تتمر به في هذه الحياة الله سبحانه وتعالى يخلصك وينجيك من هذا الغم طبعاً لاحظوا هنا الآية المباركة جاءت من بابل صيغة ينجيكم لم يقل ينجيكم أو ينجيكم قالوا ينجيكم وهذه إشارة وتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى ينجي الإنسان المؤمن في هذه الحياة من كل كرب الدنيا من كل كرب التي يمر بها لاحظوا هناك إشارات عديدة وردت في أدعية وروايات أهل البيت عليه السلام تشير إلى هذه الحقيقة ولكن الإنسان المؤمن يجب عليه أن يفتح عين قلبه وعقله وبصيرته في هذه الأمور يجب عليه أن لا يكون ناكراً لمعروف الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه أن ينسى فضل الله تعالى عليه عندما يصاب بكرب وببلاء وبشدة تجده بأنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع كما بينا تضرعاً وخفية يعني قد يكون في العلن قد يكون في السر ولكن عندما الله سبحانه وتعالى يكشف عنه هذا الكرب ينجيه من هذا الكرب ينسى فضل الله تعالى الإنسان المؤمن لا يجب عليه أن يكون هكذا الإنسان المؤمن يجب عليه دائماً أن يكون شاكراً لأنعم الله شاكراً لفضل الله تعالى في هذا الموضوع خصوصاً ينجيكم من كل كرب لاحظوا الأدعية التي سأقرأها على حضراتكم تجدون بأن أهل البيت عليه السلام ركزوا كثيراً ولفتوا أنظار وأذهان المؤمنين إلى أن يشعروا بهذه النعمة الإلهية في حولهم ويشعروا بنعمة الله سبحانه وتعالى في نجاتهم من الكرب ومن الهموم ومن الغموم هذه الرواية الأولى وردت عن الإمام السجاد سلام الله عليه قال لما أصبحت الخيل تقبل على الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء هذا الكلام رفع يديه وقال لاحظوا الإمام الحسين سلام الله عليه كيف يشيروا إلى هذا الأمر كيف يشكر الله سبحانه وتعالى في يوم عاشوراء وهو محاط بالخيل ومحاط بالعسكر في هذه الأجواء الصعبة وأمامه الجيش وأمامه العسكر وخلفه المخيم والنساء والأطفال يتصارخون من العطش ومن الخوف لاحظوا الإمام الحسين عليه السلام كيف يربينا كيف يشير إلى هذه الحقائق المهمة يقول اللهم أنت ثقتي في كل كرب في كل كرب يا إلهي أنت ثقتي لا يوجد أحد أنا أثق به في كشف كربي غيرك أنت يا إلهي أنت ثقتي في كل كرب وأنت رجائي في كل شدة أيضا لا أرجو أحد من المخلوقين في كشف الشدد عني وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة أنت ثقتي وأنت عدتي ثم يأتي الإمام الحسين سلام الله عليه ويبين كيف أن هذه النعم الإلهية تحتاج إلى أن يلتفت إليها الإنسان المؤمن محاط بنعم الله ولكنه كافر بها والعياذ بالله في بعض الأحيان قال كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت به العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عن من سواك فماذا فعلت يا إلهي ففرشته عني وكشفته فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة في الحقيقة الإنسان إذا جلس مع نفسه في ساعة خلوة في ساعة قرب مع الله سبحانه وتعالى وبدأ يعدد الأوقات أو الظروف أو الساعات التي كان يعاني منها من الهموم والغموم في هذه الأربعين سنة في هذه الخمسين سنة التي الآن يعيشها في هذه العشرين سنة في هذه الثلاثين سنة حسب عمر الإنسان كم هم وكم غم أنت في كل يوم في كل أسبوع في كل شهر في كل سنة كم هم وغم مر عليك في هذه الحياة وأنت دائما ترفع هذه الهموم وتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنك والله سبحانه وتعالى ينجيك منها الله تعالى يقول قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب فيحتاج من الإنسان أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى بأنه أنجاه من هذه الكرب أنجاه من هذه الغموم ويجعل ثقته بالله سبحانه وتعالى دائما أي كرب أي غم يبتلى به الإنسان يرفع شكواه إلى الله تعالى حتى ينجيه منها وهذا ضمان من الله وهذه بشارة إلهية كذلك ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء كوميل أيضا إشارة إلى هذا المعنى يقول اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته هذه كلها نعم إلهية ولكن الإنسان قد يكون غافل عنها أيضا في دعاء الافتتاح يقول الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف فكم يا إلهي من كربة قد فرشتها كم يا إلهي هذه إشارة على الكثرة فكم يا إلهي من كربة قد فرشتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها كم فليرجع الإنسان إلى هذه الأيام التي عاشها هذه السنين التي أمضاها في هذه الحياة كم لا يستطيع أن يعدها بالآلاف من الأمور ومن الموارد التي كشف الله سبحانه وتعالى عنه هذه البلايا هذه المصائب هذه الكرب هذه الغموم لاحظوا أيضا في مورد آخر يقول الله سبحانه وتعالى في قضية يونس سلام الله عليه يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ثم ماذا يقول الله وكذلك ننجي المؤمنين إذن هذا الموضوع ليس فقط خاصا بيونس سلام الله عليه لا هذه ضمانة إلهية بشارة إلهية لكل إنسان مؤمن بأنه إذا التجأ إلى الله سبحانه وتعالى في كشف الهم والغم والكرب عنه سوف ينجيه الله سبحانه وتعالى من هذا الموضوع لذلك تجنون بأن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية المباركة أو في بيان هذه الآية المباركة يقول عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزعه إلى أربع عجبت من الذي يخاف من هذه الأمور الأربع كيف لا يلتج إلى حلولها إلى الأمور التي تكشف عنه هذه المخاوف الواحدة منها هو ما يتعلق بهذا الموضوع يقول وعجبت لمن اختم وصابه غم فكيف لا يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإني سمعت الله عز وجل يقول بعقبها فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى بأن نلتجأ دائما إليه في أن يكشف عننا الكرب ويكشف عننا الحزن ويكشف عننا هذه الغموم وبعد ذلك يجب على الإنسان المؤمن من باب الوفاء بنعم الله سبحانه وتعالى ومن باب الشكر لله تعالى على نعمه أن يتذكر هذه النعم ويتذكر هذه النعمة خصوصا نعمة كشف الغم والهم عنه ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة جعلنا الله وإياكم سادة المشاهدين الكرام من العارفين بنعم الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ومن الفائزين بشفاعة محمد وآله الطاهرين في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين